موسيقى نرحب بكم من جديد مشاهدينا حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات مدمرة فيما لو أطلقت تركيا عمليات عسكرية أحادية الجانب في الشمال السوري نتابع التقرير ثم نعود لنفتح باب النقاش التداعيات ستكون مدمرة هذا ما حذر منه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أغلو فيما لو أطلقت تركيا عمليات عسكرية أحادية الجانب شمال شرق سوريا الخارجية الأمريكية قالت في بيان لها إن بومبيو أعرب عن دعم بلاده للمفاوضات الجارية حول شمال شرق سوريا خلال لقاء جمعه بجاويش أغلو على هامش احتفال حلف شمال الأطلسي في الذكرى السبعين لتأسيسه وعلى الرغم من تشكيك الخارجية التركية بصحة ما ورد في البيان إلا أن هذه التحذيرات تأتي في وقت لا يبدو فيه أن العلاقات الأمريكية التركية في أطيب مراحلها على خلفية صفقة السلاح S-400 التي تعتزم أنقرة وموسكو إتمامها والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى بدوره طالب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الولايات المتحدة بالاختيار بين البقاء كحليف لبلاده أو الاستمرار بدعم من وصفهم بالإرهابيين في الشمال السوري الأمر الذي قد يودي بعلاقة واشنطن مع حليف قوي في حلف الناتو الذي يشهد توترا آخر بين واشنطن وبرلين على خلفية رفض الأخيرة رفع التزاماتها المالية تجاه الحلف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تأتي بعد أسبوع من أعلان تركيا إنشاء غرفة عمليات عسكرية متقدمة على الحدود السورية وتهديد الرئيس التركي ببدء حقبة جديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البلدية حيث تعهد بحل الأزمة في سوريا إما عن طريق المفاوضات أو في الميدان ورحبك من جديد السيد ياسر البدوي المحلل السياسي طبعا أنت معنا من مدينة إسطنبول برأيك كيف تنظر إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي لتركيا حقيقة هو تخبط أمريكي يعني معروف تماما منذ بداية الأزمة السورية منذ بداية السورة إلى اليوم والأزمة السياسية طبعا هو هناك تخبط أمريكي دائما ترسم استراتيجيات هذه الاستراتيجيات تعتمد على مقومات ليست صحيحة من أجل الحل كما هي اعتمادها على قوات سوريا الديمقراطية التي لا يمكن أن تساهم في حل سوريا ولا وعقدت الموضوع مع الحليف التركي بالنسبة للولايات المتحدة هذا الموضوع بين أخذ وزد أما أنا أعتقد أن تصريحات بومبيو اليوم تندرج ضمن الاستهلاك المحلي يعني لا أكثر أي عواقب مدمرة ستكون على تركيا يعني ما الذي ستجريه هل يمكن أن تشتبك الولايات المتحدة مع تركيا بكل تأكيد لا هذا الأمر لن يتم أبدا مع من سيشتبك مع تركيا من الذي سيشتبك مع تركيا إن قررت تركيا الدخول وأن تخرج خارج الصندوق السياسي المرسوم لهذه المنطقة فبكل تأكيد ستحقق أغراضها العسكرية أما سياسيا يمكن أن يعقد لها الأمور بشكل كبير جدا وأعتقد أن الأتراك هم جادون في هذا الأمر وهم يعتبرون هذا الأمر من ضمن الأمن القومي التركي ولا يمكن لهم أن يتنازلوا عنه وكان هناك مفاوضات سياسية ولكن أن يكون مثل هذا التصريح إلا بشأن رفع السقف سياسيا أو بشأن إرضاء الحلفاء في قوات سوريا الديمقراطية أو حلفاء آخرون هناك تصريحات إسرائيلية بأن الحل عندما تصبح هناك كردستان فواضح أن تشابكات العلاقة هي كبيرة جدا ولا يمكن التسهيل أو التقليل من أهمية هذا الملف هو ملف شائك حقيقة ولو ربط بين التجازب ما بين الذي تعيشه تركيا ما بين موسكو وما بين واشنطن سيكون الأمر معقدا أكثر أكثر بشأن السلاح بشكل عام النتائج المدمرة التي تحدثت عنها أمريكا أو تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية ما الذي يمكن أن تكون هل تحدث عن عواقب اقتصادية أم أن العتبة ربما قد تكون مرتفعة هذه المرة أكثر مدمرة كلمة هي حقيقة دبلوماسيا لا يمكن قبولها من وزير خارجية الولايات المتحدة كلمة مدمرة تعني أن هناك اشتباكا عسكريا كبيرا سيحدث وهذا لن يحدث لا يمكن للولايات المتحدة أن تتورط في مصر هذا العمل مع تركيا على سبيل المثال وهذا من المستحيلات أيضا أجزم في هذا الموضوع أنه من المستحيلات لأسباب كثيرة جدا النقطة الثانية إن كان هناك سيكون عقوبات اقتصادية على تركيا ولجأت الولايات المتحدة إلى هذا الأمر لا نعرف مدى نجاحها أو عدم نجاحها يمكن أن تساهم في هبوط الليرة التركية وحتى هذا سيخلق أزمات إذن الولايات المتحدة وتصريح بومبيو هو مبالغ به والولايات المتحدة مجبرة على وهذه أصوات أمريكية يعني كبار السياسين والمفكرين في أمريكا يقولون هذا ويوجهون الانتقادات لا بد أن ينجلسي الحوار على طاولة الحوار ما بين الولايات المتحدة وتركيا لحل هذا الملف هذا الملف هو يقلق التركيا وكما قلت تعتبره أمنا قوميا لا يمكن تساهل معه ومن نسبة للولايات المتحدة هو ضمن أستراتيجية عرجاء كما قلنا من البداية لا يمكن أن تساهم في الحل في سوريا وستعقد الأمور بشأن الحلفاء فما الذي تريدونه وما هذا التناقض أن تدعم قوات مدعومة من البيكيكي بيكيكي الذي هو حليف إيران الذي تحاولون أو تدعون أنكم ستحاربونها إذن هذه هي المشكلة عند الولايات المتحدة أنها في مشكلة وهي تعرف أنها ليست على حق وبالتالي تزهم مثل هذه التصريحات لا يمكن اعتبار أن الولايات المتحدة بدأت تستشعر بأن تركيا باتت ربما قريبة فعلا من أطلاق عملية عسكرية لذلك استبقت الأمر وقالت هذا التحديد نعم هي الموضوع منذ شهرين تقريبا وقوات تركية كبيرة جدا أصبحت على الحدود تقارب المئة ألف مقاتل وهناك قوات نخبة وهناك كانت الساحة الجنوبية من تركيا دائما تضج في العربات التي تنقل آليات عسكرية وهناك اجتماعات دائما زيارات لرئيس الأركان إلى الحدود ولقاء مع الجنود هؤلاء الجنود لا يمكن له أن يبقوا هكذا هم ينتظرون لحظة القرار لحظة الصفر من أجل عملية عسكرية مرتقبة في منبج وربما شرق الفرات لا نعرف أين حدود نعم الأتراك جادون في هذا الموضوع وهم فاوضوا سياسيا كثيرا وانتظروا الولايات المتحدة تقوم مثل لعبة القط والفأر يعني تقول تعود أن نتحدث في هذا الموضوع ثم تطيله أجهر ثم تعود تقول في هذا أعتقد أن صبر الأتراك يعني يمكن له أن ينفذ وقد نفذ والاحتمال له حدود هذا ما نقرأه طبعا نعم سأعود لأسألك عن تركيا ولكن قبل ذلك الولايات المتحدة تتحدث عن مفاوضات بخصوص الشمال السوري ما هي هذه المفاوضات؟ حقيقة لا أعلم لست أنا ولكن هم لم يسبحوا نعم 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 هم لم يسربوا أنا أقصد في الإجابة سيدتي الكريمة يعني الشمال هي إدلب الشمال هي منبج هي حلب هي المنطقة كلها هي شمال سوريا كلها من اللاذقية إلى الحسكة والقامشلي أي مفاوضات؟ نعم هناك مفاوضات جرى اتفاق سابق مع الأتراك وعرفت بشأن منبج بشأن تذهب قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات هذا الاتفاق لم تلتزم به الولايات المتحدة ثم تمددت قوات سوريا الديمقراطية وذهبت باتجاه دير الزور ثم ذهبت إلى الرقة قبل دير الزور ورفعت بصور معروف تماما ذلك التاريخ التي رفعت فيه أعلام عبدالله أوجلان الذي أسار ضجة هنا في تركيا وجعلك الولايات المتحدة تدين رفع هذه الصور وقالوا عن نفسهم أنهم بيكيكي إذن هذه المفاوضات هي موجودة لم تنقطع أبدا ولكن عندما قلت لا أعلم ما هي الجدوى منها إلى أين ستسفر إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تراوغ وتتلاعب في قضية واضحة تماما هذه القوات الانفصالية المرتبطة بالبيكيكي المرتبطة بجميل بايك الذي هو الفئة العلوية في البيكيكي المرتبطة بإيران والنظام لا يمكن لها ولا يمكن الرهان عليها في الأصل بالنسبة للولايات المتحدة والولايات المتحدة تورطت في ألمال كثير لهذه القوات ومع لا أعلم كيف ستجد مدخلا أو مخرجا لهذا الأمر طيب بالعودة إلى تركيا ولكن بشكل سريع سنذهب إلى فاصل تركيا صرحت في أكثر من مناسبة بأنها لن تقبل بشكل قطعي بوجود فصائل تصفها إرهابية على حدود الجنوبية ما مصير المفاوضات في ظل هذه المحددات هنا المشكلة تماما المطلب التركي هو معروف تماما البيكيكي يجب أن يذهب من الحدود الجنوبية لها وإن لم يذهب ستكون هناك المنطقة الآمنة التي أصرت تركيا على الإشراف عليها يعني هناك دائما مطالب أمريكية بأن تشرك الأوروبيين بأن تشرك بعض الدول العربية القرار التركي واضح والتصريحات التركية واضحة بأنها ستكون منطقة بإشراف تركي ولا يمكن لها أن تثق بأحد في هذا الموضوع الذي تشكل به منظمة البيكيكي وجناحها في سوريا البيدي أن يكون لها أي دور فيها أعتقد أن هذا الأمر إما أن يحل سياسيا وأن ترضق الولايات المتحدة لهذا الأمر وأن تنهي أمر هذه المنظمة أو سيكون هناك فعلا قتالا عسكريا سينهي هذه المنظمة لأنه لا يمكن لها السبات أمام القوات التركية سوى أي وقد شاهدناها في عفرين عندما ضخمت وسائل الإعلام وجود أنفاق ومتفجرات وقوات وغيره الموضوع أخذ شهر من الزمن ولكن سطعت تطهيرها بيئة الكامل مع فصائل الجيش الحر سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدين مقتل طفلا مجند في صفوف قصاد يفتح البابة حول مصير الأطفال المجندين قصرا ابقوا معنا اشتركوا في القناة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحبكم من جديد مشاهدينا كشفت قوات سوريا ديمقراطية عن مقتل اثنين من مقاتليها أحدهم قاسر كان قد جند إجباريا في صفوفها بعد اختطافه وهو طالب في الصف السابع عام الفين وخمسة عشر نتابع تقريب تالي ثم نعود للنقاش الضخو الدعائي العسكري على امتداد الشارع السوري ومن قبل جميع أطراف النزاع استبدل لعبة البندقية على أكتاف أطفالها بأخرى ذات رصاص حي قصر آخر في نعوة جديدة أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية بكثير من الالتفاف على حقائق تتعلق بالمقاتل الفقد لحياته لوند إسماعيل عليكو وفق ما يسردها ذوه منها أنه تم اختطافه من قبل وحدات حماية الشعب الكردية من أمام مدرسته عام الفين وخمسة عشر وهو أنذاك في الصف السابع لإلحاقه بمعسكرات حزب العمال الكردستاني بيكيكي ومن ثم إعادته إلى سوريا لاحقا وزجه في معارك وصفها ذوه القاصر بالعبثية صرخات والده المعاق بإعادة طفله البكر لم تلقى آذانا صاغية لدى مجندي ابنه الذي لم يتمم ربيعه الثالث عشر لعل الجواب كان حاضرا مثلما كل مرة يسأل أبن عن قرة عينه التي خطفت من أمام مدرسته أو حيث كان يلعب مع أبناء حيه بأن عليه أن ينسى طفله لقد أصبح ابن القضية ولم يعود ابنه كما دأب قادة معسكرات الوحدات أن يردوا على أهل الأطفال المختطفين حدثة ليست الأولى فسجل الوحدات متخم بأسماء المختطفات والمختطفين القصر حتى أن تقريرا لمنظمة هيومان رايتس ووش صدر الصيف الماضي أظهر زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال خاصة أبناء العائلات في مخيمات النازحين الخاضعة لسيطرتها فيما قالت الوحدات في سياق ردها على التقرير الأممي إنها تجاوزات فردية لا تعبر عن عمل ممنهج ربما لن يكون لوند آخر قاصر يقتل في صفوف قصد مع استمرارها في نصب فخاخ ناعمة لجذب الأطفال من إقحام صور مقاتلي الوحدات في المناهج الدراسية وإظهارهم بصورة البطل القومي ما يكذب أي نية لدى القوات وقف تجنيد أولئك القاصرين سيد ياسر هل ستستمر قصد برأيك بتجنيد الأطفال بصفوفة إلى متى سيستمر هذا الوضع حقيقة لا يوجد شيء مستغرب الانتهاكات التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ كوباني وعندما توسعت في القرى وطردت الناس المدنيين وكان هناك لجان لجنة من الائتلاف ولجنة حقوقية ذهبت إلى هناك ووسقت كل الدرائم والانتهاكات التي قامت بها هذه القوات وهي انتقامية اتجاه العرب واتجاه العرب سنة أما أن تكون لديها مثل هذه الانتهاكات اتجاه الأكراد فهذه أيضا مصيبة أخرى تضاف إلى سجلها في هذه الانتهاكات ليس مستبعدا على منظمة مارست كل أنواع القتل والتفجيرات وضرب المدنيين على سبيل المثال ما شاهدناه في تركيا العديد من التفجيرات التي تبنتها هذه المنظمة قتلت فيها مدنيين لم تقتل فيها حتى وهذا الموضوع لا يوجد طالما لا يوجد حساب وهناك إفلات دائما من العدالة وإفلات من أن لا أحد يمكن أن يحاسبهم يمكن أن يرتكبوا أي شيء ليس لديهم موانع هي العقلية نفسها التي تحكم المنظمات المصنفة إرهابيا والخارج على القانون يمكن لها أن تستبيح أي شيء وأن تستخدم أي شيء لتحقيق أغراضها وأحيانا لا يكون كما قلت في البداية هناك أغراض ما الغرض السياسي من تجنيد عدة أطفال وهناك مقاتلين مرتبقة كسر لدى قوات سوريا الديمقراطية ولدى البكيكا يمكن أن تجندهم وما الذي يستطيع أن يفعله الطفل مقابل هنا السؤال لماذا تستقطب سواء أطفال أو مراهقين أو حتى فتيات لماذا هل انتهوا شبابها حتى تأخذ الأطفال والمراهقين لا أبدا بكل تأكيد هي فقط كما أنا أقرأها وهنا تقرأ نفسيا القضية هذه حالات انتقامية يعني هذا الطفل الذي كما وردتنا بعض المعلومات أنهم يتعليكوا وهؤلاء يعليكوا أغلبهم في المجلس الوطني الكردي المناوئ لقوات سيريا للبيا دي طبعا والمناوئ للبيكيكا ربما يكون حالة انتقامية أنا لا أجزم ولكن أقول من بعض المعلومات التي تأتي فإذا هم يمكن أن يتصرفوا بناء على انتقام بناء على ردات فعل بناء على آواء شخصية بناء على أي شيء طالما هناك غياب للمنطق غياب للقانون غياب لفكرة الدولة غياب حتى للدين هؤلاء يعني ليس لديهم حتى ليس لديهم رادع أخلاق ديني يعني هناك مثلا مناطق معينة في حركات إسلامية يمكن لها أن ترتكب بعض الانتهاكات ولكن هناك رادع ديني يمنعهم من كثير من الأمور حتى هذا الرادع مغيب عنهم إذن نحن نتحدث عن منظمة هي إرهابية هذه المنظمة ليس لها حدود وليس عندها سقوة في أي انتهاكات ربما هي تحاول خطف الأطفال أو تجنيدهم إجباريا ولكن هذا الموضوع ليس بشكل مباشر لا أحد يستطيع أن يعرف أن هذا الطفل قد خطف إلا إذا قام أحد بالتبليغ عنه هو الإفصاح عن هذا الموضوع ولكن التقرير ذكر أن هناك حالات لإقحام صور مقاتلين في المناهج المدرسية ألا يعتبر ذلك توثيق مباشر لأعمالهم؟ هذا ليس توثيق لا أبدا عندما قد تأتيكي أنا من رأيي من وجهة نظر تعليمي وهذه أهل الإختصاص هم أدرى بها أن يضعوا صور مقاتلين في المناهج التدريسية هذه مشكلة حقيقة ولكن قد يكون لك قائل الدول تلجأ لمثل هذا الموضوع وأي شعب حاول أن يقدم نفسه على أنه مكافح يمكن أن يضع صور لرموزه ولمقاتله في هذا الشأن هذا ليس توثيقا ولا يمكن أن نستمد منه وكلما هناك نتحدث عن أخطاء تعليمية في مناهج التعليم بكل تأكيد لجب أن لا تكون مثل هذه الصور التي تشجع وتحبب الأطفال على أن يركضوا خلف السلاح وخلف القتال وبالتالي هو تضليل لهم ولمستقبلهم طيب بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو الفتيات المخطوفين سابقا وما يزالون الآن في صفوف قصد ماذا عن مصيرهم؟ حقيقة مصير مجهول هذا الموضوع عند تتحدث عن مصير طفل أخذ من مدرسته أخذ من حضن أمه يعني كلنا لدينا أطفال وكلنا نعلم يعني الولد يصبح في عمر الخامس عشر والسادس عشر وعندما سيزب إلى الجامعة وما زال إلى حضن أمه فهذا الموضوع عندما يؤخذ هذا الطفل هذه أول جريمة وهذه أول شيء نقول أنه ذهب للمجهول عندما يغيب الشاب والطفل عن أعين أباه وأمه لمدة ساعات يعتبرون أنه يمكن أن يكون توفي أو يمكن أن يذهب إلى جريمة أو حدث أي شيء هؤلاء مجرد أن يأخذوا من بيوتهم ومن أحضان أهلهم ومن تعليمهم ومن كل هو حقيقة ينتظره مصير مجهول هذا المصير المجهول عداعي إذا تحدثنا أن الأعمال القتالية ربما تزداد هناك وهؤلاء أصبحنا في جريمة أخرى يعني الرجال في العمليات القتالية لا يستطيعون أحيانا أن يثبتوا وأن يكونوا بحجم القوة المستخدمة تحديدا الآن مع السلاح الكبير المستخدم فكيف لأطفال كيف تخيل منظر هذا الطفل وهو يرى طيرانا وهو يرى قتالا يعني ما الذي تتوقع أنه هو دخل إلى المجهول هو تم خسرانه من هذه الحياة بشكل عام يعني هذه العمليات كيف تتم وخاصة مع أشراف قوات التحالف الدولي على قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن لا يمكن يعني أنسة سيدة كريمة لا يمكن عندما نقول قوات التحالف أنها تشرف لا تستطيع أن تذهب وتراقب كل شخص ماذا يفعل يعني هي قوات التحالف يمكن أن تراقب معسكرات حتى معسكرات إن وجد في أطفال عندما تأتي دورية يمكن أن يخفوهم يعني يمكن أن يتدبروا الأمر ولكن أنا أعتقد يعني في آلية عمل البيكي كي والعقلية التي يدار فيها هم يأخذون أطفال ويهددون أهلهم ويهددون يعني يلجأون لمساومات ومبازارات حتى بهذه النقاط حتى لا يتم الكشف عن هذا الأمر وحتى يستطيعوا إخفاءهم حتى عن حلفائهم حتى داخل القيادات تحدي يمكن إخفاءها وفي بعض الأحيان لا أعلم يعني الآلية العقلية التي تدير هؤلاء ربما يقنعون بأن هؤلاء هم أتوا من أجل يعني كما يسمونه الدفاع عن الوطن الموعود وعن غيره من المقولات المضللة للأطفال الأنفسية نعم أشكرك جزيل أشكرا سيد ياسر بدوي المحلل السياسي كنت معنا من مدينة إسطنبول ولمشاركتك معنا طيلة هذه الحلقة وأيضا كل شكر لضيوفي في الملفات السابقة الناشط الإعلامي إبراهيم الأدلبي وأيضا أحد شهود العيان على مجزرات الكيماوي عبد الحميد اليوسف الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا نلتقي الأسبوع المكبر في حلقة جديدة من برنامج سنة الخبر بأمان الله اشتركوا في القناة